اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل يوم الثلاث الساعة تسعة حصة التاريخ حطوها بقى في جدول الحصص علشان ممنوع الغياب لان الغياب في حصص التاريخ بيؤدي لمشاكل في الحاضر وبلوي في المستقبل فارجوكم احرصوا على حصص التاريخ لانها بتخلينا نقرأ ونفهم ونتعلم مساء خير يا دكتور ده ساء النور استستمر ازاي حالك ان شاء لكم بخير الحمد لله الحمد لله دكتور واحنا بنتكلم بقى لنا حوالي شهر فيه بنتابع الاحداث والصراع اللي حاصل والعدوان الاسرائيلي على غزة فاحنا كمان حصة التاريخ معمولة علشان الناس تحاول تفهم التاريخ واتطبقوا على اللي بيحصل النهاردة فتفهم من المقارنة والصور الحان اسرائيل فكرة العدوان وفكرة القتل وفكرة الاغتيال مش جديدة عليها صحيح اللي بيحصل دلوقتي مجزرة ربما هي الابشع بس اسرائيل منذ تأسسها في 48 وهي سلسلة طويلة مدى القتل والاستهداف والاغتيالات كل أسر فحضرتك احكي لنا حكاية الدم في المشوار الاسرائيلي الشيء المؤسف حتى يعني هذا العنف ما سبش العلماء نفسه يعني بالرغم من ان هما لما بدأوا في 48 وفكروا في مسألة محطة نووية اللي هي دايمونة وفعل دايمونة الغريبة ان كان في عالم امريكي اسمه فوكس هذا الرجل كان يؤمن بان لا لن يسود السلام العالم الا اذا الدول كلها امتلكت القنبلة الذرية لان كل دولة تعمل حساب الدولة التانية بقى يبطلوا يضربهم معهم يا سلام يعني هو جابها بالعكس بدل ما ننزع السلاح النووي لا دا الكل ينتلك فبالتالي الكل يخاف من الكل فبدأ بان هو يسرب اسرار الذرية عسكرية لاسرائيل والصين الاثنين ما بعد وقد كان هي هما بدأوا بقى في مفاعل دايمونة والشيء المؤسف ان لما جون كيندي عرف بهذا الموضوع فشك اللجنة لدراسة موضوع ايه حكاية مفاعل دايمونة دا وهل ايه حقيقة ولا مش حقيقة واللي اي مدى وصلوا فيه اه كانت النتيجة اغتيال كيندي نفسه ولما جاء بعد منو جونسون والمساعد بتاعه بيقوله اللجنة اللي شكلها و جون كيندي قاله ارجوك تنعوا تساكت لان كيندي دفع عمره بسبب بقى هذه اللجنة ونعوا تساكتين بقى فالشيء المؤسف ان هما ما قدهم همش غير العنف يعني مايفكرش ان العنف يجيب عنف ويولد عنف لا عندنا يعني راجل عظيم جدا جدا اسمه الدكتور جمال حمدان طبعا العالم والمؤرخ الكبير اه الراجل دا يعني من موليد سنة 28 والعبقرية بتاعته ان هو يعني خلص جمعه في سن يعني بعد عشر يعني هو في عمر العشرين يعني على سنة 48 السلطة هي الدكتور جمال حمدان الله يرحمه اه هو تمام الراجل دا كان عبقرية وكان يعني العبقرية بتاعته بانت يعني في ميوله في الخرائط الجغرافية لدرجة ان المدرسة التوفيقية اللي كان فيها يعني طلبوا منه ان هو يرسم خرائط بحيث ان هما يستعينوا بها في شرح الجغرافية والجغرافية التاريخية وهو ما زال طالب وهو لازال طالب اه اه وكان ضوّق للموسيقى وكان يعني عازف عود خطير وده يدل على ان فعلا يعني الموسيقى هي التي تغذي الفص الايمن من المخ وهو فص الابداع لان الفص الايصر هو حاجة كمبيوتر تحط فيه وتاخد منه لا يزود ولا يعني انما الذي يأتي بالجديد هو الفص الايمن وغذاءه الموسيقى والرسمون نحته والتصوير وسائر الفنون فدي يعني بتؤكد النظرية العالمية بتاعت ايريك هولمس دائيا ان احنا يجب ان نهتم بالفص الايمن من المخ يعني وانه غذيه باستمرار وشان كده كان زمان المدارس فيها حصة الموسيقى صح والرياضة ومش عارف ايه والفنون كلها يعني والرسم والكلام ده كله جمال حمدان سافر واخد الدكتوراه بتاعته وقابل الواحد عظيم جدا كان في انجلترا كان في جامعة رادينج وكان اسمه أوستن ميلر الراجل ده يعني كان مقدم البحث بتاعته على انه ياخد ماجستير قال له لأ دي بتاعت الدكتوراه وداله الدكتوراه عليها ليه سلام أوستن ميلر هذا لانه وجد عبقرية كبيرة اوي وان الشغل بتاعه ده شغل رهيب جدا جمال حمدان وقع في حب فيرنا سكرتيرة أوستن ميلر وعزم على ان يتزوجها وطلب منها ان تعود معه الى مصر كان عاشقا لمصر فهي قالت له لا ما قدرش اجي من مصر فرجع مصر من غير فيرنا اللي هي وقع في هواها ومنذ ذلك التاريخ لا نعرف شيء بخصوص المرأة في حياة جمال حمدان لا نعرف انه تجوز ولا ما تجوز لا لا ما تجوز هو ما لما رجع الحقيقة يعني حسب بالاضطهاد الفظيع جدا يدوله محاضرات لا يجب يعني يدي محاضرات في الجامعة جامعة اسكندرية التي يقوم بها المعيدين وهو اخي الدكتوراه وهو الاخره وراجعه وحاس بالاضطهاد اكتر واكتر هو لما رجع جاي واتعين استاذ مساعد فكانوا يدوله محاضرات يقوم بها المعيدين وبعد كده هو ما جاء دوره في الترقية كان يجب ان يترقى الى استاذ اخروا في الترقية ورأوا من هم اقل منه في العبقرية بتاعته فتقلم قلم شديد جدا وقدم استقالته وبيت بسيط جدا ما كانش فيه حاجة يعني غير حاجة بسيطة خالص انما عكف في هذا البيت على ان طلع رواقع غيرت التاريخ وغيرت الجغرافيا اول حاجة طلعها لنا اللي هو شخصية مصر ودراسات في عبقرية المكان اربع اجزاء ماتين وخمسين مرجع عربي وستمائة وخمسين مرجع اجنبي في هذا الكتاب الرائع اللي هو شخصية مصر الراجل ده يطلق عليه بأنه اعرف السياسة الدولية والمستقبل بتاعها فتنبأ سنة 68 بانهيار الاتحاد السوفيتي الذي وقع وسقط في 1991 تنبأ بانفصال اوروبا الغربية عن امريكا وتم هذا وتم بحاجة خطيرة جدا ان انظرونجران حين عفيق الشعب الامريكي سوف تصبح امريكا عملاقا سياسيا قزما اقتصادية ومن استغربهاش اكبر بلد مديونة في العالم النهاردة هي امريكا ومديونة لأكتر دولة ديناها هي الصين يعني انما طبعا بكل اسف لما نيكسون استبدل الغطاء الذهبي بغطاء ورقي اللي هو الدولارات اطبع زمان تعالف يعني ما انتاش عالف صحيح انما هما طبعا نشوف الديون اللي عليهم شكلها ادي تمام جاء في سنة بعد كده هو جمال حمدان طلع كتاب خطير جدا سنة 1968 اسمه اليهود انثروبولوجيا اللي هي تاريخهم الانساني جاء بقى حاجة خطيرة جدا انه هو اللي تكلمنا عنها قبل كده اللي هي الدولة الخزرية ان هما يعودون الى مملكة الخزر الى مملكة الخزر ده الاساس بتاعهم تمام وقال انه هما في الشتات تلاشوا بسببين ان معظمهم اعتنق الديانة ديانة اخرى عشان يقدروا يهربوا من الاتهاضات والحاجات اللي زيلي اضف بقى لهذا الاتهاضات زي اسبانيا وغير اسبانيا والشعوب كانت بتكرههم زي ما اتكلمنا النوبل اللي فاتت وينظرون اليهم انهما سبب الكوارث وولاهم ده كان الكتاب اللي بتاعه انثروبولوجيا اليهود وحدد المكان بتاعه هذه المملكة انها كانت شمال القوقاز وجنوب اسيا وكانت ما بين البحر الاسود وبحر قزوين تمام وانها كانت واكد هذا ايضا بانها كان هذه الجمهورية كانت تكاد تكون مستقلة وكانت اسمها جمهورية البايرو مش عارف ايه كده كانت لها اسم كده غريب هو جابه يعني المؤمن انها يعني فضلت يعني المفروض كانت الجمهورية دي تستمر لو لا فكرة الصهيونية العالمية اللي شجعتها الدول الاوروبية وجات بقى فكرة فلسطين فكرة فلسطين دي اساسا مش جاية يعني هي اساسا من انجلترا بالذات والاجتماع اللي عملته 1905 ل 1907 وقالوا ان احنا وصلنا القمة دلوقتي وبعدين معروف انها الحضارات بتنهار بعد هذه القمة ففي هذا الاجتماع جمعوا بقى مجموعة من العلماء انهيار الامبراطورية الرومانية انهيار الامبراطورية الالمانية وقلونا انهاره ازاي ونعمل ايه فابتدوا يفكروا في ازاي نوقف هذا الانهيار فطلعوا بنتيجة ان ايقاف هذا الانهيار اللي تنبأ به جمال حمدان ان اوروبا لابد ان تخلق لها عدو وكان هذا العدو هو الدول الاسلامية العربية اللي تنبأ به 1999 هانتنجتون صح اللي هي صراع الحضارات صراع الحضارات او صدام الحضارات المؤمن لنهايته كانت انه بكل اسف يعني ما خدش درس من ضلل على شمعتك تقيد ابتدى يعلن جمال حمدان جمال حمدان ان هو بقاله عشر سنين بيعمل كتاب بزلزال في العالم كله هذا الكتاب اسمه اليهود الصهيونية بان اسرائيل بان هذا الكتاب لغير تحت الطبع تحت النشر على وشك الخروج ومن الف صفحة طب اعلنت ليه المهم ما اعلن هذا الكتاب ابتدى ترتيب الموساد الاسرائيلي بكل اسف شقة اللي فوق منه خدواها 2 سكان سنة كم هو اغتياله كان سنة 1993 يبتدوا بقى يرتبوا له قبلها بشهرين 3 كده فكرة الاغتيال دي بقى لأن قبل الاغتيال بشهرين جاء 2 سكان خدوا الشقة اللي فوق منه كانت فضيا كان زمان بقى شقة للإيجار يعني فجوم ساكنوا الاتنين دول وزقوا عليه برضو واحد يخدمه خدام ده والأمور مش عادي وكويسة وكل حاجة وفي اليوم المشؤوم ده هو اللي كان 17 أبريل 1993 اللي حصل ان مات جمال حمدان رأسه مهشمة وحريق واخد نص تحتاني من جسمه الكتاب بتاعه اللي هو اليهود الصاهيونية بان اسرائيل اختفى والحريق لم يلمس ورقة أخرى من المكتبة بتاعته هو بس الكتاب ده اللي اختفى اتضح بعد كده ان الاتنين اللي جم سكنوا فوق منه يهود والولد اللي كان مزقوق عليه اللي هو الخدام بتاعه اختفى بعد المصرع بتاعه او بعد اغتياله والاتنين اليهود ده برضو اختفوا بعد الاغتيال بتاعه الطبيب اللي شاف الجسة وبتاعه وجدت كسر بتاع الجمجومة ده هون وقرر بكل اسف يعني ان الحريق لا يؤدي للوفاة لانه ده في النص التحتاني ومن بر وان الدخان لم يؤدي للاختناق فهو طبعا قتل بضربة على الرأس نفس الطريقة برضو اللي قتل بيها يحيى المشد برضو ضربة على الرأس وبردو كان اغتيال من المساد بس المساد اعترف بقى بحكاية يحيى المشد دائيا وبردو انما ما اعترفش لا باغتيال جمال حمدان ولا سميرة موسى برضو بقصة بتاع السميرة اعترف بيها المشد فعلا اعترف بيها المشد وعملها فيلم كمان يعني يحيى المشد برضو يعني بكل اسف انهو لما راح كيمبريدش كان مفروض ياخد الدغتورة بتاعته من كيمبريدش كان في الوقت ده دنيا متكهربة فطلع على روسيا وخد الدغتورة بتاعته من روسيا بعد ست سنين ما راجع بقى كانت الظروف يعني لا تسمح بعمل مفاعل نووي او او الى اخره فنرويج عرضت عليه وكانت الظروف المالية صعبة راح نرويج هناك وغلطت غلطة برضو او نسميها شجاعة خلقية بس هي ادت الى ان في مقتمر عام قال يعني خطبة قوية جدا ازاي ان فلسطين دي دولة محتلة وازاي ان اسرائيل ملهاش حق في هذا فالعنين صلطت عليه رجع مصر انما يعني ظروفه المالية كانت صعبة فالعراق اعرضت عليه ان هو لانه كان خطير جدا في المفاعلات النووية والتركبات بتاعتها وحاجات مالية فقبل انا كان اجر كبير قوي يعني وبتاع فراح و اول حاجة احس بيها العراق ان هذا الرجل رجل عظيم جدا ان كان العراق اتفق مع جاك شيراق في ان هو يعمل مفاعل نووي فقالوا له اوكي وما فيش مانع وخدوا منه طبعا مبالغ قد كده فاول شحنة قتلهم من اليورانيوم المشعة عشان يبتدوا الشغل اللي بقوا بتاع يحيى المشد فحصها فمفروض نسبة اليورانيوم المشعة فيها بتسعين في المية على الاقل لقاها تسع في المية فقالوا لأ دي شحنة مغشوشة وإحنا لا نقبلها فطبعا احسوا العراقيين احسوا بشطارة هذا الرجل وبولاء هذا الرجل فردوها لفرنسا فقالوا لأ احنا ما اتفقناش على كده وده غش يعني وما ينفع المؤسف بقى ان فرنسا قالت مش هنقدر نديكم اليورانيوم اللي هو تسعين في المية ده الا اذا جاء يحيى المشد يستلمها من عندنا يحيى المشد احس بان في حاجة ومراته احست ان في حاجة نبعت حد من عندنا لا هو نفسه ليجي لا لا المهم راح بكل اسف المريجين طبعا فندق عظيم جدا كل حاجة وبكل اسف الموساد يعني حدقه تبقى كبيرة ودخلوا عليه الاثنين وكان برضو على رأسه يعني وانا عملوا حاجة حقيرة جدا فوطة في الحمام وحطوا عليها احمر طلاق شفايف على اساس انها قال ايه حاجة عاطفية يعني وان ممكن تكون واحدة وجوزها موته وكلام الفرق ده كله انما بكل اسف هي فيه بنت قادت تطرده بس هو قفل البف والشاهة البنت دي كانت شاهد على اللي حصل لانها قالت انا شفت بعد كده حصل وحصل هي اختفت ضربت يعني يعني ضربوها بعربية وانتهت يعني خلصوا عليها عشان ما تبقىش هي شاهد الوحيد في هذا الموضوع زخان فيه وقت قدر اكلمك عن لا هي القصة انه الشواهد اللي عليك قلتها بترصد بس فكرة المشوار الاسرائيلي القائم دايما فكرة العنف دي موجودة في العقيدة الصهيونية بكل اسف يعني فكرة التخلص من الخصوم والتخلص من الاعداء وانه مفيش حاجة فكرة التواصل مع الاخر وثقافة الاخر لا هم عندهم التخلص من الاخر ودي قصة في منتهى الخطورة لازم نبقى عارفينها وفاهمينها طول الوقت والاسف من الموجودة لحد الوقت يا دكتور ان هما زي ما حالك تفضلت انه الدم بيجي الدم والعنف بيجي الدم وعنف طبع 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 امتى حيفكروا في ان هما ناسهم المفروض يشعروا بالامان او يعيشوا في بيها امان لكن واضح ان الامان بالنسبة لهم هو التخلص من كل الاخرين هو يحسوا باليعني ياخدوا الدرس لما تقبى تتا تتا ولما تقبى قوة وقفلهم بنفس القوة بتاعتهم دا يعني يقدروا يحسوا بيها او لما يحسوا ان ثمار هذه يعني السياسة الدموية ما تجيبش نتيجة صحيح صحيح يعني حاجة من اتنين يعني بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور دايما بتسعيدنا وبتوثرين بمعلومات حضرتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا بعد الفاصل مؤسس الباب جنة لا تذهبوا بعيدا